أصعب حالة إحباط مرت بيها وعدتيها إزاي يا دكتور فيبقى ده إلهام لكل محبط يائس ما هو أنا ذكرت ما أنا قلت لحضرتك ذكرت حتى إحباطاتي وإزاي تغلبت عليها أصعب حاجة في يوم كانت هي لا يوجد أقوى من إرادة الإنسان يا أستاذ يوسف يعني ما فيش حاجة تقولي إحنا حاولنا مرة وفشلنا ما فيش حاجة اسمها كده حاول مرة واثنين وعشرة إحنا لو تأملنا المية والصخر اللي هو صخر المية نقطة 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 حتشق الصخر وحتكسره وحتحفر مصار بإيه؟ بالاستمرارية نقطة وراء نقطة وراء نقطة وراء نقطة يعني ما فيش يأس ما فيش يأس لو الحياة بعتت لك سبب لليأس أنا ابتت بعت لها ألف سبب للأمل لو في باب تقفل قدامك ربنا سبحانه وتعالى بيفتح أبواب أخرى لكن إحنا للأسف متعودين نفضل وقفين نبص للباب المقفول فبيضيع مننا فرص كبيرة وكثيرة جدا جدا تحديد الهدف أهم حاجة عشان الحياة مبدأش إحنا مشكلتنا دبابية الأحلام أو مجرد إن إحنا نعود ونحلم الحلم عمره مكان استراتيجي نجح لكن أنك تحدد هدف وتحط خطة زمنية بتتضمن الوسائل لتحقيق هذا الهدف وطبعا الاستعانة بالله ما فيش مشكلة لو فشلت مرة أو اثنين أو ثلاثة الفشل أحد أو أحد خطوات أو أحد مراحل النجاح بنتعلم منه بنزيد سلابة كل إنسان زي ما كتبت في كتابي كل إنسان أي كان قادر ويستطيع إحنا جوانا نفحة من ربنا جوانا نفحة إلهية نور إلهي قادر على تحتيم المستحيل بمعنى الكلمة مئة مليون مصري مصر أم الحضارة وجديرة بأنها تكون على قمة قمة العالم